نستذكر في الخامس عشر من أيار وبكل فخر وشموخ واعتزاز تضحيات ومشاركة الجيش العربي المصطفوي لما قدمه على ثرى وأرض فلسطين الحبيبة ونستذكر أيضا في الخامس عشر من أيار أرواح شهدائنا الأبرار من جيشنا العربي المصطفوي الذين ضحوا بأرواحهم على ثرى فلسطين وقدموا ما يمليه عليهم الضمير العربي اسمحوا لنا مشاهدينا في كل أرجاء الوطن العربي أن نرحب بالدكتور بكر خازر المجالي أستاذ التاريخ أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا بك دكتور بكر الآن هناك ظروف وبيئة عربية وظروف سياسية وأمنية مسبقة جاءت قبل حرب الثمانية وأربعين مما أدى إلى هناك كانت ظروف سيئة على الفلسطينيين في الداخل وعلى أرض فلسطين هناك كانت انتهاكات ما هي الظروف المسبقة التي جاءت حتى تفجر حرب الثمانية وأربعين إذا أردنا أن نعود إلى التاريخ القريب في مسألة حرب 1948 نعم نجد أن البزر الأولى تبدأ في وعد بلفور في 2011-1917 اللي أوضحت ما هي الأطماع التي تستهدف الأرض العربية الفلسطينية ومن ثم بعد التداعيات فيما يتعلق بهذه المسألة وخاصة في ظل الانتداب البريطاني لفلسطين وكيف كان هناك وعي قوم عرب مبكر خاصة هنا في الأردن كانت المؤتمرات الوطنية الأحزاب الأردنية كلها تركز وتنبه إلى خطورة الوضع في فلسطين وكيف أن أرض فلسطين مستهدفة وكانت قرارات الأحزاب الأردنية تدعو إلى الانتباه إلى الهجرة اليهودية إلى فلسطين ومن ثم كانت الزعامات العشائرية الأردنية والمؤتمرات الوطنية الأردنية تركز على دعم فلسطين في ثوراتهم وتوريد الأسلحة إليهم بكل شكل من الأشكال وخاصة خلال ثورة 1936 اللي هي الثورة الفلسطينية الكبرى وبالتالي كان المجهود الأردني بشكل خاص والمجهود العربي بشكل عام يتجه بشكل رئيسي نحو الخطر المقبل القادم من تداعيات التجاهل والتغافل عن ذلك الخطر الصيوني على هذه الأرض إلى أن انفجر الوضع في عام 1948 وكانت البدايات الأولى لعام 1948 هي بقرار التقسيم اللي كان بـ 28-11 من عام 1947 رقم 181 هذا القرار اللي فعلا كان هو بإعلان الحرب وبالتالي العرب أصبحوا يدركون أنه لا محالة من الصدام العسكري فتولت الجامعة الدول العربية في ذلك الحين اللي كانت قائمة كيفية الإعداد والتصدي للخطر الصيوني والاستعداد للمعركة القادمة فكان القرار من جامعة الدول العربية هي بضرورة استخدام القوة العسكرية فوضعت الخطة العسكرية التي وزعت الجيوش العربية على الجبهة كاملة من سيناء جنوب سيناء تقريبا والجبهة الأردنية والسورية واللبنانية وأيضا اشتراك دول عربية أخرى خاصة العراق الذي أرسل جيش كبير إلى المنطقة والجيش السعودي الذي اشترك أيضا مع القوات المصرية في الجنوب ووصلوا إلى منطقة الألاترون هذه الجهود كلها تكللت فعلا بحجد هذه القوى واختارت جامعة الدول العربية أن يكون الملك عبد الله الأول لذلك الحين قائدا عاما لهذه الجيوش التي كان هدفها الأول هو وقف الأطماع الصهيونية وابقاء فلسطين عربية لكن الذي جرى في مبعاد تداعيات سياسية أخرى مختلفة أدت إلى ما كانت عليه هذه الظروف بفعلا إقرار التقسيم في ذلك الحين وأصلا التقسيم بحد ذاته كان يدعو إلى دولة يهودية ودولة فلسطينية فربما ضاعت فرصة إقامة دولة عربية في ذلك الحين واليهود أمعنوا التصرف ليس فقط في إقامة دولتهم المزعومة بل أيضا في الاستلاع على أراضي لم تكن مخصصة لهم بموجود قرار التقسيم في ذلك الوقت وانتهت الأمور إلى ما انتهت عليه ونحن نعيش الآن تداعيات هذا الموطف نعم لكن قبل أن نقول بأن هناك تداعيات كانت هناك تضحيات التضحيات كبيرة جدا وكان هناك أهل القرى وأهل المدن في الأردن هبوا كلهم مع الجيش العربي للمشاركة في تلك الحرب وعلى ما أعتقد حسب المعلومات بأنه حتى الملك المؤسس الله يرحمه جلالة الملك عبد الله في ذلك الوقت كأنه طلب بتشكيل لجنة وصايل لأنه هو يريد من يقود هذا الجيش الآن نتحدث عن ماذا قدم الجيش العربي في ذلك الوقت نعم هناك تضحيات للجيش العربي الأردني تضحيات للمواطنين الأردنيين وعلى شائر الأردنية وتشكلت جيش شعبي من العشائر الأردنية كان مثلا القائد هارون الجازي قاد مجموعة من العشائر الأردنية المتطبعيين وقاتلوا هناك مجموعات كبيرة من أهل الشمال دخلوا وقاتلوا وقدموا التضحيات العديدة مثل سالم الهنداوي وغيره هؤلاء هبوا للقتال في فلسطين واستشهد العديد يعني من العشائر الأردنية استشهد ما لا يقل عن 50 شخصا الجيش العربي الأردني قدم تضحيات وقدم أكبر نسبة شهداء بالمقياس العسكري عندما يقدم الجيش تقريبا 10% من مرتبه كشهداء يعني قدمنا نحن حوالي 500 شهيد من أصل 5000 جندي لذلك هذه يعني رقم كبير جدا من مقياس الجيش الحالية أكبر جيش لا يزيد تعداد شهدائها عن 2% مثلا وهؤلاء قدموا تضحياتهم لأنهم كلهم كانوا متعلقين بالأرض الفلسطينية متعلقين بالقدس والجيش العربي الأردني كان موجود من عام 1941 في فلسطين يعني قبل سبع سنوات من بدء الحرب وكانت لهم علاقات وثيقة مع أهل فلسطين مع العشائر الفلسطينية كلها وكانت في مصاهرات وكانت معرفة في الأرض وهذا ما ساعد الجيش العربي الأردني لأن يحقق الانتصار في حرب 48 أنه لم يخسر أي معركة كانت لكن الخسارة كانت في المعركة السياسية هذا شيء آخر أردني قدم كل ما يستطيع في سبيل الحفار على القدس وفعلا الملك عبد الله الأول هو كان قد وجه رسالة إلى الجنرارو كلوب وقال في مقدمتها تعلمون كم هي قيمة القدس عند العربي نصارى ومسلمين وأن أي أثر أو مساس بها سيمس العرب جميعا ووجه الجيش كله لأن يذهب إلى القدس في ذلك الحين وفعلا الملك عبد الله الأول عندما تقريبا تأزمت الأمور في الجبهة لم يكن لديه ولي عهد في المعنى الصحيح فهو قد طلب من رئيس الوزراء توفيق أبو الهدى في ذلك الحين أنه أنا بدأ أروح هناك وأقاتل وأقود الجيش وشكل مجلس وصايا ليتولى العرش بيمان بعدي إذا نلتو الشهادة دكتور خلينا نتوقف عند هذا الجانب يعني وتبعيات هذه الحرب إخواننا وأشقان الفلسطينيين اللي جاءونا على أثر حرب الثمانية وأربعين جانب الأردن الإنساني كما هو يعني واجبه وهذا ما جميعنا كأردنيين نؤمن به بأنه انتماءنا إحنا كأردنيين وكفلسطينيين هذه أماكنهم ونحن أهلهم وجاءوا الجانب الإنساني في هذا الموضوع نعم هي عندما هجر بوسائل مختلفة إخواننا الفلسطينيين من أرضهم الفلسطينية العربية وآتوا إلى الأردن هناك كل الأردنيين فتحوا بيوتهم وتقاسموهم الحياة بكل معانيها كاملة ونعرف قصص كثيرة حول هذا الموضوع وعلى مستوى الحكومة المستوى الرسمي كانت هناك قرارات إنسانية كبيرة فيما يتعلق بمعيشتهم وحتى أن الحكومة الأردنية صار فيها وزارة اسمها وزارة الإنشاء والتعمير نعم تطورت فيما بعد الوزارة شؤون اللاجئين وغيرها ثم الآن إلى مستمعات أخرى مختلفة للاهتمام بشؤونهم عدا عن النضال السياسي الأردني في مجال المحافلة الدولية وستبقى فلسطين عربية إسلامية إن شاء الله دكتور بكر خازر المجالي أستاذ التاريخ كل شكر لحضرتك ونقف جميعا إجلالا وإكبارا لمن هم وساما على صدورنا جميعا جيشنا العربي شهداء أرواح أيضا أرواح شهدائنا اللي ضحوا على تراف فلسطين كل التحية إليك في بيتنا لكل وأمنياتنا لكل الأمة العربية إن شاء الله بالخير والسلام شكرا دكتور شكرا لكم